إلى أخبار الاقتصاد مع أولا تفضل لعلم سرخي أهلا بكم إلى النشارة الاقتصادية والبداية بالعنوين وزير الصناعة يزور عددا من المنشآت الصناعية في منطقة تلكردي بريف دمشق لرصد الواقع الصناعي ورابطة آسيان مساعي لتحقيق هدف السوق الموحدة وتعزيز مكانتها كمركز للنمو الاقتصادي أهلا بكم من جديد جال وزير الصناعة عبدالقادر جوخدار والوفد المرافق له على عدد من المعامل في منطقة تلكردي الصناعية بريف دمشق واطلع على واقع المنشآت الصناعية والتحديات التي تعيق العمل وسبل تذليلها لارتقاء بالعمل للمستوى الأمثل لرصد واقع العمل الصناعي والصعوبات التي تعترضه والعمل على معالجتها وتذليلها قام وزير الصناعة الدكتور عبدالقادر جوخدار بزيارة لعدد من المنشآت الصناعية الغذائية والهندسية والنسيجية والكيميائية في منطقة تلكردي بريف دمشق زيارة جاءت حسب تصريح وزير الصناعة لإصلاح وتأهيل القطاع الصناعي باعتباره رافعة للاقتصاد وبما يواكب التطور الصناعي على المستوى العالمي اليوم توجه كافة الصناعيين حيث لامزنا الهمة والإصرار على العمل والمتابعة وأيضاً النشاط الدقوب لزيادة الإنتاج لتغذية حاجة السوق وأيضاً دعم التصدير الشيء المهم الذي نحن نشوفه مباشرة من خلال هذه الجولات أن هناك سلسلة من الإنتاج متوافقة مع بعض البعض هذه السلسلة اليوم في هذه المنشأة هناك إنتاج لهذه الخيوط الخيوط التي تقفل في العديد من الصناعات صناعة الألبيسي صناعة المواد الناسيجية الأخرى التي تكمل بعضها البعض مطالبات عدة وملحة دعا إليها الصناعيون خلال جولة جوخدار والتي شملت إصلاح الطريق العام في تلكردي وتفعيل المستوصف في بلدة تل الصوان وتأمين محطة أكتان للصناعيين أسوة بالمناطق الصناعية الأخرى وإعادة تفعيل برامج دعم الصادرات بالنسبة للصناعات المحلية كالألبسة والخيوط لتمكين الصناعيين من تزديد التزامات الشركات المصدرة نحن أسسنا المعمل لـ 2016 بدأ الإنتاج بـ 1-4-2018 كان بأوج الأزمة والمشاكل والأحداث والحمد لله مثل ما شايفين توسعنا وهلأ عندنا خطاني إن شاء الله نجهزون ونركب نطور صناعتنا ونطور منتجاتنا العمل على تطوير المنطقة الصناعية في التل الكردي من أولويات عمل الوزارة والتي يأمل الصناعيون فيها أن تلحظ الوزارة جميع مطالبهم ومتابعتها مع الوزارات المعنية بما يحقق دعم العملية الإنتاجية واستمرار تشغيل اليد العاملة وضخ المنتجات في الأسواق ودعم الصادرات لما له من أثر مهم كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني العمل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق على تعديل المخطط التنظيمي لمنطقة السيدة زينب بهدف معالجة واقع المدينة بشكل عام ووضع المنشآت السياحية بشكل خاص وبحسب ما أوردته صحيفة الوطن المحلية كشف الوزير مارتيني عن عودة النشاط السياحي قريبا إلى منطقة وادي بردة وعين الفيجة إلى جانب دخول منشآت حميميم للسياحة الشعبية في محافظة اللاذقية للخدمة مع نهاية الشهر الحالي قال تقرير نشرته هيئة الإشراف على التأمين إن الخدمة أو التغطية التأمينية للوصفات الدوائية تعتبر إحدى التغطيات الأساسية التي لا يخلو عقد تأمين صحي منه ومنذ بداية العام الماضي حصلت ارتفاعات كبيرة في كلفة مختلف الخدمات الطبية كان أكبرها في الشهر الأول من العام الفين وثلاثة وعشرين بنسبة وسطية سبعين بالمئة وآخرها بتاريخ الثامن من شهر آبل جاري بنسبة وسطية خمسين بالمئة وأشار التقرير إلى أن هذه الارتفاعات تمثل ضغطا كبيرا على عقود التأمين الصحي الخاص والعام إذ تضطر شركات التأمين إلى رفع أقصاط بدلات التأمين لمواكبة ذلك وتخفيف خسائرها واستمرار الخدمات ذاتها وجودتها أوضح فرع مصرف التوفير في حمص أنه تم صرف جميع طلبات القروض الميسرة دون فوائد لمدة عام التي وردت إلى المصرف والمستوفية الشروط هذا وبلغ عدد القروض الميسرة الممنوحة لنهاية تموز الماضي سبعة آلاف ومائتين وأحد عشر قرضا ميسرا بمبلغ يزيد على ثلاثة مليارات ليرة في حين تجاوز عدد القروض الممنوحة بأنواعها سبعة آلاف وثمانمائة قرض بمبلغ ثمانية مليارات ومائتين وتسعين مليون ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري عالميا تشهد رابطة آسيان معدلا قويا وملحوظا للنمو الاقتصادي وسط مطالب بزيادة تعزيز هذا الاتجاه على أمل ظهور آسيان كمركز للنمو الاقتصادي في أيار مايو الماضي عقدت القمة الثانية والأربعين لرابطة آسيان في إندونيسيا وجاءت عزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات العابرة للحدود كأبرز القضايا التي اتفق عليها قادة الدول الأعضاء بالرابطة لتظهر من جديد اليوم دعوات للسوق الموحدة يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيان تحقيق رؤيتها في أن تصبح سوقا موحدة من أجل تعزيز مكانتها كمركز للنمو الاقتصادي ونأمل بأن تضعف آسيان حجم تجارتها سيصلت الضوء على هذه المسألة خلال الاجتماع الخامس والخمسين لوزراء الاقتصاد لآسيان والاجتماع ذي الصلة في سامرانج بجاوة الوسطى يبلغ حجم اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان ثلاثة تريليونات وستمائة وعشرين مليار دولار خلال 2022 حسب بيانة البنك الدولية أي ما يقل قليلا عن حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي ألمانيا على سبيل المثال وفي حين ان اندونيسيا تعد اكبر اقتصاد بين دول الرابطة حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي تريليون وثلاثمائة وعشرين مليار دولار العام الماضي فان بقية الدول التسع الاخرى يقل حجم اقتصاد كل منها عن خمسمائة مليار دولار تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن جميع اقتصادات آسيان ستحقق نموا خلال العام الجاري وأكبر وطيرة نموا ستشهدها كامبوديا وفيتنام بنحو 5.8% وأقلها سنجافورا بنسبة 1.5% أما توقعات بنك جولمان ساكس الأمريكي فتجسم صورة أكثر تفاؤلا بشأن اقتصادات الرابطة إذ تعتقد أن يصل حجمها لنحو 4.8 تريليونات دولار بحلول نهاية العقد الجاري قبل أن تتجاوز 13 تريليونا في 2050 ويرجح أن يقل حجمها قليلا عن 28 تريليون دولار بحلول عام 2075 تحتفظ آسيان بشبكة عالمية من التحالفات وشركاء الحوار ويعتبرها الكثيرون قوة عالمية ومركزا للاتحاد والتعاون في آسيا والمحيط الهادئ ومنظمة بريزة ومؤثرة وقد أصبح نجاح المنظمة القوة الدافعة لإنشاء أحد أكبر التكتنات التجارية في التاريخ كمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة انخفضت قيمة التبادل التجاري بين المغرب والجزائر 64% في العام الماضي إلى مليارين ونصف المليار درهم مغربي بحسب تقرير التجارة الخارجية للمغرب وجاء ذلك مع تأثر تجارة بين البلدين بالعلاقات السياسية المتوترة منذ مدة ويعد الغاز الطبيعي من أبرز واردات المغرب من الجزائر فقد كانت الرباط تحصل على حصة منهم مقابل مرور خط الغاز نحو أوروبا عبر أراضيها لكن تقرر عدم تجديد العقد في تشرين أكتوبر 2021 لتلجأ الرباط لاستغلال الجزء الواقع في أراضيها من الأنبوب للحصول على الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمي عبر إسبانيا في ختام الاقتصادية كشف تقرير نشرته جريدة ديلي تيليغراف البريطانية أن المئات من مالكي المنازل في بريطانيا فقدوا بيوتهم حتى الآن بسبب تعثرهم عن سداد الأقصاط الشهرية المترتبة عليهم وذلك في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وأظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة التجارة المصرفية أن عدد القروض العقارية المتعثرة التي كان أصحابها اشتروها من أجل تأجيرها قفز 28% حتى نهاية حزيران يونيو و59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفي المجموع فقد تخلف أكثر من 8900 مالك عن سداد أقصاط الرهن العقاري خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض ختم الاقتصادية شكرا لكم على المتابعة وعودة إلى نزار شكرا شكرا لكم شكرا لكم